السلام عليكم كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال اليوم اخديت واحد طاجين جديد هكذا المناسبة دي اللي عيد وقلت نشارك معكم الطريقة اللي كندير لي باش هكذا كنحافظ عليه واحد المدة اللي طويلة ما كيتشققش وحتى الماكلة ديالو كتطلع بنينة بهالطريقة يعني ماشي بحيلة اخديت الطاجين طيبتي فيه مباشرة كانين بزاف ديال الطرق اللي كيتدارو ولكن انا هنه غد نشارك معكم الطريقة اللي كنديرو احنا يفسوس اللي تربينا عليها صراحة ولي مواتنا كواني كيديروها عندي هنا يحطها الطوجنات الصغار هكذا الفخر خديتهم معاه اول حاجة كن نغرقو اولا كنغطسو الطاجين ديالنا في الماء ليلة كاملة من الاحسن تديرو شي بانيو اللي كبير انا هنه يدرت هذا غير باش نصور ولكن من الاحسن كديرو هكذا شي بانيو اللي كبير وكتغرقوها هكذا بالمام زيان حتى من لغطاية كتغرقوها بالماء وكتخليوه ليلة كاملة الى بلكم ان الطاجين بدك يطلق بحلها كالحمورية او ل لان بزاف دليبنات في الانستغرام يسولون هكذا كي بده بحلة كي بده تفرتد فهنا راجع ان الجودة ديال داك الطين مزويناش داك الطاجين غاي بدي يلسق وغاي بدي يتحرق يعني فاش كي بدي يتفرتد بحل هكا ووقت ما غسلته غاي بدي يتحك هكا في ووقت ما حكيت يرا يبقيت تفرتد وبديك التاريقة يبدي يلسق يعني الجودة ديال الطاجين مزياناش اما هنا يرى انا خليته في المال الى كاملة ودك المباقي ينقي كما هو مافيش نهائيا داك الطين وبالنسبة الطاجين انا اللي واخدها راجع طين طبيعي ما مسبوغش نهائيا بخلاف هات الجوج اللي داك اللي صغار فكي بنوركوا انهم حمرين لانه ماشي نفس النوعية ديال الطين اه هنا يا من بعد ما حيتوا من ذاك الماء خليته حتى تنشف هنا يا مع العلم انا دوز كتر من الليلة كاملة انا هنا صورت ليكم عاد شي تتا دلاشية اللي كتكون الاضاءة بينها وخليته حتى لغد ليهم ثاني مع ثلاثة عاد حيتوا مايو حيتوا مع ذاك العشرة الصباح وخليته تنشف من فعاد كتجيبوا الزيت اللي قليتوا فيها م بطاطا او مهم تكون غير زيت النباتية العادية وكترشوا بها كديرها في شر الشاشة ولا كدخوها كزيت وكدهنوا بها الطاجين ديالكم مزيان لا من الغطايا لمن الداخل بحال هاكا وعاد من بعد انا كنشحر فيها المصلة كيني لبنات اللي قالوا لي يا كينة طريقة انكم كدهنوا هكا بالزيت وكدخلوا الفران مثلا طيب طفيشي كيكا او الخبز حتى كدخلوا دهنوا هكا بالزيت ديالكم الرفران من ورما كدهنوا هكا بالزيت دهنو هكا بالزيت تلقي الإخلي من البصلة يفيد فيها الحليب ويشعلون عليك وخاصة القضية الخل تكون فيها الريحة للخل التطريقة التي ندرها هي تدهنها بالزيت حتى تطرقة السيت إذا كان طاج المسبوغ أو التواجد الحمرين لا تحتاج إلى أن تدهنهم بالزيت يعني ترقضهم في الماء ويشفهم في يوم البصلة وإيضا الأن الخضراء نضيف الزيت نباتية نضيف الزيت نباتية نضيف الزيت نباتية نضيف الزيت نباتية تقريبا لدي طواجن سنين لن يشربه مزيان لا يبقى طاجين في هذا اللون بالنسبة للبنات التي يشقق لهم أو الماكلة لا يلسق لهم في الطيب فهذا السبب هو الجودة فضروري يكونوا طواجن مخدومين ويكون الجودة مزيدة نتمنى على الفيديو اليوم والإعجاب لا تبخلوش عليها بلايكاتكم والبرتاج للفيديو وإلا كنت أول مرة تشاهدوا قناتي فمرحبا بكم ضغطوا على زر الاشتراك وإلى فيديو قادم إن شاء الله